اشتركوا في القناة طبعا هو موجود في منزلة سعد الأخبية سعد الأخبية هي الحماية والضرر والضفر والعقد ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 48 دقيقة من مساء الليلة اللي هي ليلة الثلاثاء واحد واحد لا ينتقل بعدها لمنزلة المقدم يعني كمان شوي بصير في منزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة بالنسبة للقمر بما انه الان يعني موعد بث الحلقة اللي هو يوم الثلاثاء احنا منبثها لحلقة يوم الأربعة فالقمر ما زال موجود في برج الدلو فعشان هيك التأثيرات اللي موجودة بهذا اليوم بتأثر علينا جميعنا لغاية ساعات الصباح فعشان هيك منشعر الان بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي وبوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخل تغيير على مظهرنا شخصي كقصة الشعر مثلا او اجهزة الكترونية شراء اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد طبعا في زوايا بطيئة ذكرناها في الحلقات الماضية وهي مستمرة ولازم ان نذكرها كل يوم اول زاوية هي زاوية تزديس ايجابية بين المريخ وبين المشتري وهي حكينا زاوية لغاية يوم تسعة اثنين راح تظلها اثر علينا فهي اللي بتخلق جو عام من التسامح وممكن نتسامح مع بعض الاخطاء او بحق الاشخاص اللي بيخطأوا بحقنا في هاي الفترة ومنمد يد العون لالهم وبرضه بتدفعنا للتراجع عن بعض الاخطاء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي حكينا برضه لغاية يوم تسعة اثنين تاثيراتها بتخلق مصاعب وعراقيل بتحتاج منها ان نبذل الجهد والتصميم والارادة لتجاوزها طبعا دوليا بتدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي والقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة وبصير في اضرابات في بورسة القيم وقل ما بصير فيه اهتمام من الحكومة يعني بتقل اهتمام او بقل اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وبضيق الخناق الامني على الشعب وبتزيد هاي من نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين اورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة اثنين بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما بانه بيتمرد بعض الابناء على اهليهم غالبا في مثل هاي الوضعية اللي هي لهاي الزاوية بيصير بعض الثورات او الانقلابات العسكرية او الاغتيالات وبرضو هاي بدل على تغييرات او ازم مفاجئة في الحكومة واحتمال اضرابات او اشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف وزلازل وسقوط الطائرات وحوادث السك الحديد اما بالنسبة للزاوية البطيئة الاخيرة وهي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهاي زاوية ايجابية مستمر لغاية يوم ثمانية اثنين بتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة لبعض الاشخاص ومننظر للحياة بتفاول اكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد طبعا بما اننا احنا في مرحلة خلو مسار خلو المسار هذا بدأ من الساعة 11 قبل الظهر قبل ظهر اليوم الثلاثاء وهو مستمر لغاية الساعة 10.59 دقيقة قبل الظهر من يوم الاربعاء 24 ساعة وطبعا خلو المسار معروف انها فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل الي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10.59 دقيقة القمر بيكون خلص انتقل واستقر في برج الحوت هذا قبل الظهر بتوقيت جرينيتش فبتبلش الآثار برج الحوت هي اللي تأثر علينا فبتصير تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام وبوس عن التعمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الظهور واقتناء للتصوير بعد ما يستقر القمر طبعا في زاويتين هدول الزاويتين ببلش تأثيرهم من ساعات الظهر ولكن الذروة تاعتهم في ساعات المساء الزاوية الاولى هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي الزاوية بروتها الساعة عشرة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج شاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية من الآن ولغاية ساعات الظهر طبعا الاعضاء اللي في جسمنا اللي بدها عناية البطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية من ساعات ما بعد الظهر الاعضاء اللي بصير بدها اهتمام اكثر اللي هي فترة استقرار القمر في برج الحوت القدمين واصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وهرمون مسكن الالم اللي هو الاندروفين وفيه الميتالونين اللي هو هرمون مساعد على النوم فعشان هيك بشعروا الموليد بهاي الفترة انه الاجسام ما بتتحمل الالم فبشعروا بالالم زيادة مضاعف وبرضو بصير فيه نوع من انواع الارك وقلة النوم او النوم الخفيف فبما انه هاي الاعضاء هي الاكثر حساسية فعشان هيك لازم نوفرلها العناية الاضافية يوصى طبعا اليوم بجراء عمليات جراحية القمر مكانه مناسب جدا ولكن يعني نبعد عن العمليات الكبرى اللي هي مثل زراعة العضاء او العمليات الدماغية اللي هي العصبية الا للضرورة القصوى طبعا هاي الفترة غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة مازل ضايل عنا يومين كمان لا يصير مناسب يصلح لازالة الشعر الزائد طبعا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح ايضا للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعوم كورونا مطعوم كورونا مناسب جدا ولكن زي ما حكينا انها فترة حساسة بالنسبة للالام الاشخاص بشعروا فيها اكثر من المعتاد فعشان هيك منقول انه لازم تاخدوا بنادول كل ست ساعات حبتين لمدة ثلاث ايام وبرضو في المقابل اللي هو اخذ اسبرين اللي هو مميع الدم لمدة ثلاث ايام برضو يكون مناسب الاشخاص اللي بشعروا بألم اللقاح بالكتف يعني اما انه بيضهنوا عليه اللي هو الكريم الفوسدين اللي هو مضاد حيوي برضو بيكون مناسب وبيساعد على الاستشفاء اكثر بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الحوت معناه تخلوه المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم اربعة واحد بيبدأ في تمام الساعة تسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وست وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر لبرج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال يومين في تمام الساعة ستة واربع واربعين دقيقة صباحا بيصير ثلاثة ايام نسبة الاضاءة بتصير خمسة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتعش اثنين منتحسة بنسبة خمسين في المية القمر في الدلو بدو ينتقل في ساعات الظهر لبرج الحوت طبعا رح يمكث في الحوت لغاية يوم اربعة اثنين منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الان في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة ستين في المية وفي ساعات يعني تقريبا الظهر بيصير سعيد بنسبة سبعين في المية يعني متصاعد من ساعة الصباح من نجد انه القمر صار سعيد وبتصاعد لغاية ما يصل سبعين في المية في ساعات الظهر اما بالنسبة للعطارد في الجدي متراجع حتى يوم اربعة اثنين سعيد بنسبة 10 في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة 15 المريخ في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة 60 المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة 30 زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% إبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر الأجواء بتظلها جيدة على مستوى علاقاتكنا الاجتماعية وعلاقاتنا مع الأصدقاء فعشان هيك بالفترة هاي بتنشطوا باتصالاتكم وحواراتكم ولقاءاتكم أو تفقد بعض الأصدقاء للكم في منكم أشخاص ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء أو اتصال من أصدقاء قدامة في ساعات الظهر طبعا الأجواء رح تتغير لأن القمر رح ينتقل ويصير موجود في برج الحوت وهو بيت متعب الحمل فبتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم هيش أنكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة أنتوا في أضعف وأقل أيام الشهر حضا فعشان هيك ما تراهنوا على الحضوض أبدا وما تحسموا أي أمر لأنه بالفترة هاي أنت رح تميل للهدوء والبعد عن الصخب أهم إشي أنك تكون متوقع بالفترة هاي بعض الفوضى أو التأخير أو الخسارة معين شيء معين طبعا هذا الوضع رح يظل المستمر لغاية يوم الجمعة لحديث ما القمر يوصل لعندك برج الثور من الآن ولغاية ساعات الظهر بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وعلاقاتكم مع المسؤولين الفترة هاي تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية والسلبية أول إشي أنه هذا بيت السمعة بامتحنك وبامتحن جهوزيتك وممكن تكافأ أو تكرم على شيء أو ممكن تعاتب وتحاسب على شيء فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الظهر بدكوا تنتبهوا لتصرفاتكم وتمموا أعمالكم على أكمل وجه عشان الأمور تكون لصالحكم في ساعات الظهر طبعا بصير الأجواء تغيرت لصالحكم أكثر فبتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم ووسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد فحاول أنك تخرج للقاء الناس برج الجوزاء طبعا اللي بده يتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد لأنها فترة خلوم مسار اللي عنده سفر نفس الشيء ما تعتمده على الحضوظ طبعا بيظل الأجواء جيدة لغاية ساعات الظهر لأنه القمر ما زال موجود في البيت التاسع اللي بفتح لك مجالات للاتصالات البعيدة والتحاور والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد ولكن زي ما حكينا اللي عنده امتحان بده يستعد وما يعتمد على الحضوظ نهائيا في ساعات الظهر بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية تعتبر الفترة هاي فيها شوية صعوبة لأنها بتمتحنك وبتمتحن جاهزيتك فعشان هيك ما فيه داعي للمغامرات ولا للمجازفات ولا للتهور حتى برج السرطان من الآن لغاية ساعات الظهر القمر موجود في البيت الثامن اللي هو بيت الأموال المشترك فعشان هيك بإمكانكم تتفحصوا حساب مشترك ولكن امتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة بحاجة لتدقيق أو استشارة أهل الاقتصاص الأجواء تقريبا على المستوى المالي جيدة فممكن اليوم تهتم بأموال قديمة أو ميراث أو قرض أو أموال لإلك بتحاول تحصلها أو بتحاول ترتب أمور دفعات لإلك أو أمور مالية فيه ساعات طبعا الظهر بتصير الفترة هاي مناسبة أكثر لإلك لأنه في برج حليف القمر رح يكون فعشان هيك ممكن أنك تعززوا اتصالاتكم مع أشخاص خارج البلاد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهم شيء أنك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الأضواء مسلطة عليك فعشان هيك بدك تحاول أنك تكون جاهز لتحمل المسؤولية وهذه فترة مهمة جدا ولكن بدك تستغلها برج الأسد طبعا بظل اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم لأن القمر موجود يعني مقابلك تماما فعشان هيك بظل علاقتك ما بينك وبين شركاء المال العاطفة تعزيز العلاقات معهم تراجع عن قرار سابق المصالحات تلطيف الأجواء هذه بتظلها ممتازة ولكن بتظل الأجواء لا تصلح للمواجهات أو العتاب أو العصبية أو المشاكل حتى لأنه أنت الحلق الأضعف لأن طاقتك ضعيفة من ساعات الظهر بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن بتكون تنتبهوا لصحتكم أو صحت قريب لإلكم لأنها بتكون بحاجة للرعاية بدك تحاذر إهمال نقاط إدارية أو قانونية انت بحاجة لاستشار الذوي الخبرة ممكن تعالج اليوم أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم شيء إنك ما تتدمر كابر على نفسك لإتمام كل أعمالك برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس فعشان هيك بتقدروا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا بأي عمل جديد لأنها فترة خلوم مسار فعشان هيك بتكون تنتبهوا لأعمالكم تنتبهوا لصحتكم ما تجهد حالك كثير لأنه أنت ببلشت الطاقة تنزل عندك فعشان هيك بدك تهتم بصحتك إن شعرت بشيء غير اعتيادي طبعا ما فيه إشي بخوف بدك تهتم بحالك أكثر طبعا من ساعات الظهر بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم شراكات المال والعاطفة وهذا يوم مناسب للتفاهم مع شركائكم وهاي الفترة شوي بكون فيها نوع من أنواع الصعوبة لأنه طاقتك زي ما حكينا القمر مقابلك تماما فبسحب من طاقتك فهاي الفترة بتعرضك لبعض المواجهات القانونية أو العاطفية بحذرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر والانتقاد في نفس اللحظة طبعا عشان هيك بدك تحذر المشاكل على أنواعها وتعتبر هاي الفترة هي من أصعب أيام الشهر كل ما يصير القمر مقابلك تماما برج الميزان برج الميزان بتظل العاطفة قوية عندكم وبتميلوا للتواصل والتقرب من أحبائكم ولا التجاوب معاهم يعني الأجواء بظل إيجابية دعم لألكم على كل المستويات ولكن لا تعتمدوا على الحظوظ كثير لأنه فتر دخلوا مسار فعشان هيك بدك تنتبهوا أثناء تعاملكم من سوء تفاهم أو كلمة أو تحاول تتحكم بأحبائك فهذا الإشي ممكن يضعف موقفك أو يصير في نوع من أنواع المواجهات من ساعات الظهر بيبدأ العمل بالتراكم عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم صحتكم هي أهم شيء اليوم بدك تنتبهوها بشكل جيد هذه الفترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم شيء أنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت وراعي ظروفك الصحية أطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة تعتبر هذه الفترة فترة مهمة جداً حاول تهتم بسلامتك وبعملك برج العقرب اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم صحيح القمر موجود في البيت الرابع ولكن إنه في فترة خلوه ومسار فعشان هيك ابعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ابعدوا عن التصليحات والترميمات في هاي الفترة لأنه ما بتفتحوش ورش جديدة وبرضو ابعدوا عن المشاكل والخلافات العائلية يعني ضبط الأعصاب مطلوب خلال هذا اليوم من الآن لغاية ساعات الظهر ومن ساعات الظهر الأجواء رح تتغير تماماً رح تجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ومارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلك وحضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل اليوم ممكن تطلق مشاريع جديدة أو مشروع أو فكرة أو تطلق إجابة أو إشارة مهمة فلازم اليوم تستغل بكل طاقتك عاطفياً عملياً مادياً الأجواء جيدة ودعم لإلك والحظ لجنبك برج القوس طبعاً القمر مازال من الآن لغاية ساعات الظهر في بيتك الثالث فعشان هيك بتتعزز الأمور اللي إلاح علاقة بالاتصالات بالسفريات القصيرة بالحوارات والنقاشات قدرة الإقناع عالية ولكن عصبيتك اليوم ممكن تكون شوي زيادة فإذا كتسيطر عليها بشكل جيد وما تنفعل بالضبط العصاب مطلوب عندك اليوم ممكن تهتم بأمور العلاقة بالاتصالات أو بالمواصلات يعني بأجهزة إلكترونية أو صيانة سيارة أو أشياء من هذا القبيل من ساعات الظهر بصير بوسعكم إدخال تعديل المطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية فعشان هيك بتكون تلطفوا الأجواء وتتفادوا الآزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات بترتفع نسبة الحدود كل ما اقتربنا للمساء أكثر بتعطيك دافع بشكل كبير وبرضو في نفس اللحظة ممكن يتعزز علاقة أو يكون فيه مناسبة عائلية برج الجدي بما أن القمر ما زال موجود في بيت المال لا إلا كله البيت الثاني فعشان هيك بتكون تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة في فترة خلو المسار وحاولوا أن تخففوا من النفقات وتنتبهوا على أموالكم من الصرقة أو الضياع طبعا هذا الأمر رح يظل مستمر لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر لأجواء رح تتغير بشكل كامل فرح تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبصير هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وممكن يتعززوا العلاقة مع أخ أو جار أي فترة مناسبة لتقديم امتحان وللمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب لا إلك فالأجواء جيدة ودعم لا إلك وفترة يعني رح تستمر لغاية يوم الجمعة فيها كثير من المكاسب بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا نشاط عالي جدا طاقة كبيرة موجودة عندكم أكثر من الأيام الماضية ولكن خلو المسار شوي ممكن يخليكم متقلبين بالمزاج أو حدين بالتعامل مع الأشخاص اللي بتعرفوهم وأهم شي عشان فترة خلو المسار لا تبادروا بأي عمل جديد فلوصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل لغاية ساعة الظهر من ساعة الظهر الأجواء رح تتغير فبتحصلوا على أمور إلها علاقة بالوضع المالي إما مبلغ مالي أو بتحسن الوضع المالي أو فرصة من مكسب مالي بيجي من عمل إضافي وهذا الشيء ممكن يدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ابحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي الفترة هي مناسبة لك كل الأمور هاي تستعيد الثقة بنفسك ولكن حاذر من المبالغة بمصروفك ومن عطاءاتك أو عطاياك بمعنى آخر وممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة فعشان هيك بدك تكون حذر وتنتبه لأموالك برج الحوت بالنسبة لما هوليد برج الحوت طبعا التعب بيظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهر لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتشعر أنه الطاقة أو الحظ تخلى عنك بتشعر أنه نوع من أنواع التعب الإرهاق، الملل، سوء التفاهم هاي الأجواء كلها بتظلها موجودة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر الأجواء بتتغير بتتبدل بشكل سريع جدا وبتبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة ممكن تعود عليكم بالنفع بتتعززوا معنوياتكم من جديد وبتتحمسوا للمبادرة ولا إدخال تعديلات على حياتكم هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات يعني بتنتظرك مفاجئة أو خبر سار أو الاستعداد لورش جديدة وتعتبر أنت بدأت في مراحل من أقوى المراحل خلال هذا الشهر أن القمر لان مساعدك في حركاته في العيام القادمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر